أنا عايز أسألك سؤال أكثر يعني عامة أكتر يعني مش خاصة بالنادي الإسماعيلي نتحدث دائما وسط كل المشاكل اللي ممكن تكون تعرض لها منتخب مصر في فترة الأخيرة ونحن ننتقد ونهاجم ونقول إنه منتخب مصر ما ينفعش يظهر بالشكل ده نتحدث إنه قطاعات الناشئين في مصر فيها مشكلة كبيرة جدا إيه المشكلة من وجهة نظرك هاللوتي بتكلم مع النجم الكبير كابتن محسن عبد المسيح بشكل عام وكمان مش عايزة على الإسماعيلي فقط ليه في مشكلة في قطاعات الناشئين في مصر؟ نمر واحد المدربين أنا بشوف من وجهة نظري إحنا عندنا المسلس مقلوب القاعدة مقلوبة مفروض قاعدة بتاعة لعبة كورة القدم تبقى من تحت من البراعم لأن أنت النهاردة كمدرب مفروض تبقى كواليفايت إن أنت تدرب الولد ده في السن ده هل اتحاد الكورة أثقل للمدربين ده اللي تعمل لهم شهادات طليق بالمرحلة دي أنا بتكلمش بقى على الـ D والـ C والـ B والـ A لأ أنا بتكلم How to be professional للولد ده إزاي تتعامل مع الولد ده وتصنع لعيب محترف من البداية بمعنى حتى الحاجات الصغيرة إن أنا النهاردة أعود الولد من صغره إنه متعملش مع الحاكم غير بحاستين السمع يسمع السفارة والنظر يشوفه مشاور كده ولا كده بس من البداية من ما هو عنده سبع سنين أنا بعلمه على كده ممتاز وعقبه لو هو اتكلم حتى لو مع المدرب هو أحكم في التأسيم اللي هم عاملنا فأنا بدي لك مثل بسيط جدا جدا فما بالك ده في النواحي الفنية إنت زي في التغذية بتاعته في كل حاجة في الأمور النفسية وزي تشتغل على العقلية عشان حتى دايما نتكلم على المنتاليتي والأمور النفسية طبعا الغايب عننا خالص حتى مع العيبة الكبار صحيح فدي أمور مهمة جدا جدا إن احنا نعدل المثلث ده يبقى القاعدة بتاعتنا أنت النهاردة أي حد أي حد ماشي في الشارع كده وقال لك إن أنا عايز أدرب تقول له ده يمسك الولادة عندهم سبع سنين هسألك بصراحة بقى ده يخص الإسماعيل أنت عندك مدربين للمراحل السنية المختلفة مراحل الشباب والناشئين هل هنا اتحاد الكرة مسؤول أنه يدرب المدربين بتوع الإسماعيلي ولا الإسماعيلي محتاج أنه أنا اللحتي بحاول أطلع عجيل وطلع لعبين ممكن أسوقهم فده يبقى مصادر الداخل لي وده الإسماعيلي أنا عاجلني الفكرة للإسماعيلي اللحتي بيفكر فيه أنه زي ما كان يقول لك إيه لأ أنا مش أبيع أي لعيب لأ ما هو أنت برضو في النهاية محتاج مصدر داخل فأتبيع اللعيبة بحسب طبطك طيب إنت ليه ما بتصفرش أنت مدربينك إنت ليه ما بتأهلش أنت مدربينك أتكلم على كل نادي على حد نادي الإسماعيلي وغيره عشان أنت بتستفيد إنت بشكل مباشر لو المدرب اللي عندك مؤهل مؤهل وبيطلع لك لعيبة مؤهلة تمام كلامك طبعا مظبوط بس هو مين المسؤول عن الكرة المصرية أنا مسؤول عن نادي الإسماعيلي لكن مين مسؤول عن مصلحة الكرة المصرية عاد حد الكرة صحية انت جاي عشان ده انت جاي عشان ده تثقي للمداربين دول انت بتعمل بطولة سواء في القطاع الناشئين اللي اغلبيته مزور والناس بتاخد بطولات بلعيبة مزورة ودي قضية تانية كبيرة انت فين من ده هل انت حطيت لاين كده الاندي هتمشي عليه وتكمل معك انا اسف مش قادر اعديها والله انا حاولت اسم حركة تسترسل بس ما قادرتش اعديها يعني فيه فرق بتكسب بلعيبة مزورة يعني موضوع السن موضوع السن طبعا للغاية دلوقتي انت مش قادر تحكمه رغم ان في بلاد كتير جدا حاكموا الموضوع ده وات باجهزة بتقيس العظمة الريست او الى اخره وانت بتبقى فرحان ان انت انا كسرت الدنيا في قطاع الناشئين انا خدت مش عارف بطولتين خدت انا بقالي كذا سنة باخد البطولة انا ما همنيش البطولة انا همني الاداء يهمني ان انا ماشي في المسار الصح في بناء الناشئ دوات ولا لأ لغاية ما تطمن ان هو يوصل للفريد الاول طب ده اللي همني